السلام عليكم و أهلا و سهلا فيكم معنا بمي رفلي دويز يومنا بيت باربي خلينا نفتحه و نشوفه مع بعض هاي متون شايفين كل قطع البيت اللي تلعون معنا و كمان هم في الأكسسوارات بس قبل ما بلاش الفيديو حاب أخبركم شغلة أنه اليوتيوب حط قوانين جديدة لقنوات الأطفال هي ممكن كتير تأثر على قناتنا و طبعا كل قنوات الأطفال يعني فتمنى منكم تدعمونا و أهم شيء أهم شيء أنه تكملوا الفيديو للآخر و ما تسونا من اللايكات و طبعا لازم لازم اللي بيحب القناة و حابب أنه تستمر لازم تفتحوا على القناة كل يومين و تشوفوا نزلنا فيديو و ما نزلنا و متل ما لتلكم الأهم شيء أنه تكملوا الفيديو للآخر هاي القرارات اللي أنا عليها اليوتيوب قالنا أنه بعض أربع تشور حتتطبق فمنى منكم هالأربع تشور تدعمونا كتير كتير منيح سنوصل لأكبر عدد من المشتركين قبل ما يطبق اليوتيوب هاي القرارات من هاي القرارات اللي حيساوية اليوتيوب لقنوات الأطفال أنه حيلغي الإشعارات فما هاتوصل لكم إشعارات شا هيخبركم تفوتوا على القناة و تتفقدوا الفيديو هال و ما عد فيه كمان حيخفي اللايكات حيخفي الإشعارات حيخفي التعليقات فمنى منكم هالأربع تشور تعمونا كتير منيح هلا صارت نبلش بتركيب البيت مانسوا تحطوا لايك كما انتبقونا الفيديو و يلا نبلش مانسوا تحطوا لايك كما انتبقونا الفيديو و يلا نبلش تحطوا ولايك كما انتبقونا الفيديو و يلا نبقونا الفيديو و أفضحوا و يلا نقوم الجهة بالهيين و يلا نبقونا الفيديو افضحوا يلا نبقونا الفيديو اشتركوا في القناة 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 الآخر شيء بهذا الطابق في عنا هاي القطعه القلوب قطعه هون هايك ميكون كل الاكسسورات اللي هون خالصة هلا نازم ندل الطابق التحتاني اول شي حنشوف اغراض المطبخ معنا هون الفرن والمخسلة كمان نقدم نفتح الفرن في معه هاي القطعه كمان هلا نزع المساقات اللي عليه هلا هون كمان في مصر هنزعه هلا هاي القطعه تتثبت هون هبشين هون كمان ملساقه البراج كمان معنا صينية كوبكيك كمان لازم نزع عليها الملسقه هلا ها نحطب الفرن كمان معنا كمان هي أنينة العصير نزلق لها كمان عليها شامبين أحلى طبعا هي طبعا منحطها في براء كمان جاي من أكسسورات المطبخ هي على البيت البين كمان نحطها في براء كمان معنا قنينة ماء هي ممكن حطها في براء هلا معنا هين مقلعين مثل ما شايفين فيها هون شكل قلب هي هين بيضاء بيضاء هين الطعوم حطها على الفرن كمان في معنا هين الأطعوم مقلعين في بيض نقدر نعلقها هون خلق معنا طاولة الصفرة مثل ما شايفين هي أطعطين لازم نركبها مثل ما شايفين فيه أماكن لنخط فيها أغراض بارغة مثلا معنا هنضل الصحون كمان نفوشية كثير حلو فيه منه واحد ثاني كمان معنا شوكتين طبعا إلهم مكان للباربي تمسكوه نضعهم هون وأكيد لازم يكون فيه كراسي لطاولة الصفرة كمان معنا كاثتين لطاولة الصفرة نضعهم جنب الصحون هلأ صار وقت نشوف آخر غشفة عندنا لليوم هي غشفة الجلوس أول شي جاي فيها هي الكنبة مثل ما شايفين كبيرة وحلوة معنا كمان هاد الايبال مشان أخوات باربي يجبوا يتسلوا عليه كمان إلهم مكان لنتمسكو الباربي مثل هون كمان معنا التلفزيون مثل ما شايفين شعشة LCD كبيرة بسم الله بسم الله إن شاء الله يزبط تنزيقوه مجرد كتير حلو وكبير هاد أكبر تلفزيون ممكن بحصل عليه لحد هلا نقدر نركبه هون مشان باربي أخوتي تفرجوا على التلفزيون كمان معنا طاولة صغيرة لغرفة الجلوس حبته هون ممكن نحك العباد عليها واخر قطع معنا اليوم هي نمرجوها بغرفة الجلوس هاي القطعام نركب عليها مشان نحلقه هون بس طبع هين بعد رسوم هون عن جلدي كتير حلوين نقعد شلسيا عليها ستجربوا معه بس حبيت ورجيكم ان هاي القطع اللي هون تتحرر مشان اذا هون في حديقة لباربي اخواتها وتصير هيك المرجوحة على الحديقة هير تشمسي هاي بتطعو مرجحوا الحديقة هلا كمان جاي مع البيت هدول القطعتين ان كان هنا بس للتسبيت تنحط على الطرف الطرف الثاني واخر مبسق معنا اليوم هو الجراس تبع الباب الباب نقدر نفتحه بقوله مسكه من هون عشان الباب تقدر تمسكه اعجب حتي خلفات البيت كتير حبيتها كتير حلو هو عبارة عن اربع غراف غرفة النوم غرفة الجلوس المطبخ المطبخ الحمام المطبخ هون كمان في الزان الباربي والمصار كمان هام نتزال بصدوق هون عن جدي كتير حبيت البيت المطبخ 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 اشتركوا في القناة والمطبخ السلام عليكم اشتركوا في القناة